إذ قالت الملائكة كلمة إذ يبقى لازم فيه تقدير قابلها واذكر إذ يبقى كلمة إذ يبقى لازم قابلها إذ قالت الملائكة يا مريم إن طبعاً بتشوف الملائكة عادي لأن طبعاً السيدة مريم رضي الله عنها وعليها السلام بدأت السلوك من أوله أول من الواحد يبدأ السلوك يبدأ بالخدمة الخدمة يعني إيه؟ يعني يعبد ربنا كتير يصن كتير يصوم كتير يتنسك كتير وقدام الخدمة ديت بيبقى فيه كرمات من ربنا رؤيات مشاهدات خلاص كده؟ دي البداية ودي اسمها عبادة أهل إيه؟ ودي اسمها عبادة الهوى عبادة إيه؟ الهوى الهوى ده يا جماعة أعظم إله بيعبد وأعظم الآلهة تابعاً يعني سيد أبو يزيد البصطمي قال رأيت الهوى فإذا هو أعظم الآلهة تابعاً كتير قوي لأن كل الناس إيه؟ بيتابعوا إيه؟ هواهم حتى اللي بيعبدوا ربنا بيعبدوا عن إيه؟ عن هوا يعني عن هوا؟ يعني طول ما أنت ربنا بيديك حاجات حلوة بيديك عربية يا سلام شكراً يا رب بيديك مش عارف إيه؟ تبقى مبسوط خلاص؟ يبقى أنت بتعبد بتروح الجامع مبسوط كده يعني صح كده؟ أبلا لأ؟ يبقى دي عبادة عن إيه؟ السيدة مريم عليها السلام بتتنسك وقعدة وبيجي لها الرزقها وبتشوف حاجات والملايكة طالعة نازلة صح كده؟ طيب لما بقى ربنا سبحانه وتعالى يحب ينقل هذا الرجل أو هذه المرأة من الخدمة إلى أهل المحبة آه يبدأ بقى يكسر الهوى ده عشان تبدأ تعبد ربنا عن إخلاص فيجيب لها بقى حاجات عكس هواها مصايب محن يقول لها هتولدي وانت معكيش راجع إيه ده؟ كانت يعني إيه؟ شفت بقى لفتها على طول لفتها؟ شديدة كان ذلك الله يفعل وإيه؟ آه يعني أنا نقلتك خلاص إلى أهل إيه؟ إلى أهل المحبة هو ده إيه؟ اللي مشيت فيه السيدة آه نقالها من الاستقبال من الإرسال إلى الإيه؟ آه هي كان بترسل عبادة وقعدت بقى تستقبل بقى تستقبل بقى اللي ربنا يقول لها عليه ما فيش بقى ربنا هيقول لها عملي كذا تعمل عملي كذا تعمل هتبقى حامل أبقى حامل روحي عند قومي كلهم كذا إنما الأول كانت ماشية في مزاقه ما حدش بيقول لها تعالي ولا روحي هي بتعبد واللوقتي لا خلاص بقى أهل المحبة بل همش في نفسهم إيه؟ أي حبة وزي يقول لك إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنها ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك فين اللي أنت؟ أنت بتهدي إيه أنت؟ أنت مين عشان تهدي؟ شوف اللي ربنا بقى هيبعته لك هو ده وبعدين هي بقى كانت مسألة الرزق بغير حساب دي حطاها في العقل اللواعي والعبادة حطاها في العقل الإيه؟ هو ربنا قال لا لا نشأل بالحكاية بقى الرزق بلا حساب ده خليه بقى في العقل الإيه؟ بعد كده بقى حيبقى كله بلا إيه؟ انتبهي بقى للمواضيع دي وخلي بقى العبادة والتنسك والحاجات دي في العقل الإيه؟ اللواعي بقى يعني ما إيه؟ هتعمليه بس بالإيه؟ خلاص خد بالعادة بقى انت خدت على كده فتعودتي فهتعمليه دوت إنما خلي بالك بقى من اللي أنا حبعته لك ترجمة نانسي قنقر